هناك تقديرات الآن فيما يتعلق بحجم الأموال لدى اللبنانيين لكن أين المقصود هذه الأموال الموجودة إما في الشركات أو في منازلهم بسبب صعوبة يعني تعامل المودع اللبناني مع البنوك نظرا للأزمات الاقتصادية الحاصلة هناك التقديرات تشير كما تقرؤون معي إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكي بكل الأخوال إذن نتحدث عن 10 مليارات دولار أمريكي موجودة داخل شركات ومنازل اللبنانيين هذا ما كشفته مصادر اقتصادية للشرق الأوسط شيرة إلى زيادة نسبة تأمين خزنات الأموال في الشركات والمنازل بمعدل 50% مقارنة بالعام 2019 في الأشهر الماضية ارتفعت وطيرة عمليات السارقة والسطو المسلح في معظم المدن اللبنانية وأيضا زاد إقبال اللبنانيين على تأمين الخزنات التي باتت بديلا عن المصارف التي خسرت ثقة المواطنين بفعل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكتوبر من عام 2019 يعني الحديث هنا نتحدث عن شراء المواطن اللبناني خزنة خاصة به لكي يدعى أمواله داخلها في منزله بدلا من أن يدعى أمواله في البنوك مرجع اقتصادي عد للشرق الأوسط أن إقبال اللبنانيين إذن على هذه الخزنات غير مستغرب ويقول إن اللبنانيين كانوا يستعملونها لحماية أموالهم من إجراءات المصارف أما اليوم فتستعمل خوفا من السرقات ووفق إحدى الدراسات ارتفعت السرقات بنسبة 58% مقارنة بالعام 2019 وكانت اللجنة الأممية قد كشفت حديثا عن تضاعف نسبة الفقراء من سكان لبنان لتبلغ 55% عام 2020 بعدما كانت 28% عام 2019 كما ارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر المطقع بثلاثة أضعاف من 8 إلى 23% ذلك بعدما فقدت الليرة اللبنانية حوالي 80% من قيمتها ترجمة نانسي قنقر